هل تتصورون أن اختراعاً أصغر من رأس الدبوس استطاع أن يغير وجه العالم أكثر مما فعلت بعض الاختراعات العلاقة كالصواريخ والطائرات إنه الصمام الثنائي البعث للضوء والذي يعرف باسم الليد الذي يرافقنا اليوم في كل شاشة وكل شارع وكل جهاز إلكتروني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم تعد قصة الصمام الثنائي البعث للضوء قصة تراكمية حيث استند كل اكتشاف على ما سبقه من أعمال رائدة تبدأ القصة في عام 1907 مع العالم البريطاني هنري جوزيف رواند الذي كان يجري تجاربه على بلورات من كبريتيد السيليكون لاحظ رواند ظاهرة غريبة عندما طبق جهداً كهربائياً على هذه البلورة أصدرت ضوءاً أصفر خافتاً كانت هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها ظاهرة التواحج الكهربي والتي تعرف بالإنجليزية وهي الأساس الفيزيائي لعمل الليد وعلى الرغم من أهمية هذه الملاحظة إلا أنها لم تلقى اكتماماً واسعاً في ذلك الوقت وبعد عقدين من الزمن في عشرينات القرن الماضي عاد عالم الفيزيائي الروسي أوليج لوسيف ليحيي هذا الاكتشاف قام لوسيف بأبحاث مكثفة على وصلات من كبريتيد السيليكون حتى أنه حصل على براءة اختراع لكن عمله المبتكر ظل في طي نسيان لفترة طويلة ظلت أبحاث أشباه الموصلات تتطور بشكل مضطرد في منتصب القرن الأشرين مما مهد طريق للاختراق الأكبر في عام 1962 نجح العالم الأمريكي نيكولين يك الإبن الذي كان يعمل في شركة جينرال إلكتريك في تطوير أول سامان ثنائي باعث للضوء في الطيف المرئي كان هذا الصمام ينتج ضوءا أحمر وتم تصنيعه باستخدام خليط من فوسفيد زلميخ الجاليوم يعتبر الفيزياء هولونيك على نطاق واسع أبو اللد المرئي لأن اختراعه هو الذي حول اللد من مجرد فضول علمي إلى جهاز إلكتروني عملي في البداية كانت مصابيح اللد الحمراء ضاهظة التكلفة وضعيفة الإضاءة مما حصر استخدامها في مؤشرات الحالة في الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الراديو والألات الحاسبة كانت الخطوة التالية هي تطوير ألوان أخرى تم إنتاج مصابيح اللد صفراء وبرتقالية لكن التحدي الأكبر ظل يقمن في إنتاج اللون الأزرق كان هذا التحدي بمثابة نقطة التحول للإضاءة لأن الجمع بين الألوان الأساسية الثلاث الأحمر والأخضر والأزرق هو السبيل الوحيد لإنتاج الضوء الأبيض في أوائل التسعينات حل هذا اللغز على يد عالم ياباني يودعى شوجي ناكومورا الذي كان يعمل في شركة نيشيا نجح ناكومورا في تطوير أول مصباح ليد أزرق عالي السطوع وعملي باستخدام مادة جديدة هي نايتريد الجاليوم كان هذا الإنجاز بالمثابة الثورة لأنه فتح الباب أمام استخدام مصابيح اللد في الإضاءة العامة مما أدى إلى انتشارها السريع في كل جارب الجوانب الحياة الحديثة وقد تم تقدير هذا الإنجاز العلمي الهائل بمنح جائزة نوبل في الفيزياء عام 2014 للعلماء اليابانيين يسامو أكاساسي وهيروشي أمانو وشوجي نيكامورا لابتكار من الصمام الثناء الباعث للضوء الأزرق الفعال والذي فتح أفاقا جديدة للإضاءة الموفرة للطاقة يتكون الصمام الثناء الباعث للضوء من قطعة صغيرة من مادة شبه موصلة وهي مادة تتراوح موصرياتها الكهربائية بين الموصلات مثل النحاس والعوازل مثل الخشط لكي يعمل الليد يجب أن تكون هذه المادة مطاعمة بشوائب لتغيير خصائصها الكهربائية وعملية التطعيم هي إضافة ذرات من مادة أخرى إلى المادة شبه الموصلة النقية وتوجد نوعان من أشبال الموصلات المطاعمة النوع الأول وهو شبه الموصل من النوع B حيث يتم تطعيم المادة النقية بذرات تحتوي على عدد أقل من إلكترونات التكافؤ مثل البرون ويؤدي هذا النقص إلى وجود فجوات والتي تعمل كحاملات شحنة موجبة أما النوع الثاني فهو شبه الموصل من النوع N وفي هذه الحالة يتم تطعيم المادة بذرات تحتوي على عدد إضافي من إلكترونات التكافؤ مثل الفيسفور تتوفر هذه الإلكترونات الإضافية في الشبكة البلورية وتعمل كإلكترونات حرة سالبة الشحنة تعد وصلة البيئة هي حجر الزاوية الذي تقوم عليه جميع أجهزة أشباه الموصلات بما في ذلك الصممات الثانية البعاية للدوق التي تتكون هذه الوصلة من دمج قطعتين من مادة شبه موصلة إحدى هما مطاعمة بالشوائب لتكون شبه موصل من النوع B الذي يحتوي على فائد من الفجوات الموجبة الشحنة والأخرى مطاعمة بالشوائب لتكون شبه موصل من النوع N والذي يحتوي على فائد من الإلكترونات الحرة سالبة الشحنة عندما يتم دمج المادتين تبدأ الإلكترونات الحرة في الجانب N في الانتشار بشكل طبيعي إلى الجانب P لملء الفجوات تؤدي هذه الحركة إلى وجود منطقة على جانبي الوصلة تعرق باسم منطقة الاستنزاف Depletion Zone تسمى هذه المنطقة بهذا الإسم لأنها تستنزف من حاملات الشحنة الحرة والمتمثلة في الإلكترونات والفجوات وتصبح هذه المنطقة خالية تماما من أي حاملات شحنة حرة وتتكون من أيونات ثابتة تكون هذه الأيونات الثابتة جدارا كحربائيا أو حاجز جهد يعرف الإنجليزية باسم Potential Barrier حيث يكون الجانب N موجبا ويكون الجانب P سالبا كما هو موضع مأمن على الشاشة يعمل هذا الحاجز كخوة معاكسة تمنع المزيد من الإلكترونات من التضفق من الجانب N إلى الجانب P مما يوقف حركة الشقنات لكي يعمل الصمام الثناء باعث الضوغ يجب التغلب على حاجز الجهد هذا ويتم ذلك عن طريق توصيل مصد الطاقة خارجي مثل البطارية بطريبة الإنحياز الأمامي وبالإنجليزية Forward Bias حيث يتم توصيل القطب الموجب من البطارية بالجانب P ويتم توصيل القطب السالب للبطارية بالجانب N يعمل هذا التوصيل على دفع حاملات الشحنة وهي الإلكترونات في الجانب N والفجوات في الجانب P باتجاه الوصل عندما يكون جهد البطارية أكبر من حاجز الجهد الداخلي يتم التغلب على الحاجز وتبدأ الإلكترونات في التضفق من الجانب N إلى الجانب P مرة أخرى تحت تأثير فرق جهد البطارية الخارجي عندما تدخل الإلكترونات منطقة الوصلة فإنها تجد نفسها في مستوى طاقة أعلى من الفجوات الموجودة في الجانب P تتحد الإلكترونات مع الفجوات في عملية تسمى إعادة الاتحاد أو إعادة التركيب ولأن الإلكترون ينتقل إلى مستوى طاقة أدنى فإنهم يطلق الطاقة الزائدة على شكل فوتون ضووي تحدد كمية هذه الطاقة المنبعثة لون الضوء وكلما زادت الطاقة زادت تعدد الفوتون أو بمعنى آخر قل طوله الموجي مما ينتج ألوانا مثل الأزرق أو البنفسجي وهناك توصيل آخر يسمى بالانحياز العكسي فهو على النقيب من التوصيل الأمامي إذ تم توصيل مصدر الطاقة بطريقة الانحياز العكسي وبالإنجليزية reverse bias يتم في هذه الحالة توصيل القطب السالب للبطارية بالجانب P والقطب الموجب للبطارية بالجانب N وفي هذه الحالة يزداد حاجز الجهد لمنطقة الاستنزاف هذا التوصيل يعمل على سحب الإلكترونات والفجوات بعيدا عن الوصلة مما يؤدي إلى اتساء منطقة الاستنزاف ومنع تدفق التيار تماما ومن هنا جاءت التسمية بالصمم لأنه يمتلك خصائص تسمح بمرور التيار في اتجاه واحد فقط يعمل مثل صمام القلب وباختصار يتم تصميم وصلة البيئة بطريقة معينة بحيث عند تطبيق الجهد الصحيح يتم ضخ الإلكترونات عبر منطقة الاستنزاف لتتحب مع الفجوات مما يؤدي إلى إطلاق فوتونات ضوئية تضيء عالمنا إن لون الضوء المنبعث من الليد يعتمد بشكل مباشر على نوع المادة شبه الموصل المستخدمة في تصنيعه والسبب في ذلك هو أن كل مادة لها فجوة الطاقة ونتي تعرف بالإنجليزية وهذه الطاقة تكون محددة وهي فرق الطاقة بين مستوى طاقة الإلكترونات الحرة ومستوى طاقة الفجوات تتحدد طاقة الفوتون المنبعث بهذه الفجوة وطاقة الفوتون هي التي تحدد لونه يمكن التعبير عن العلاقة بين طاقة الفوتون إي وتردده ميو أو طوله الموجي اللمضة بالصيغة التالية الطاقة إي تساوي ثابت بلانك إتش ميو ويساوي إتش في سي على اللمضة حيث إتش هو ثابت بلانك وسي هي سوعة الضوء في ثنائيات السيليكون العادية تكون فجلة الطاقة صغيرة حوالي 1-1 من 10 إلكترون فولت هذه الطاقة المنبعثة تتترجم إلى فوتون ذو طول موجي يتراوح في حدود 1127 نانومتر والذي يقع في طيف الأشعة تحت الحمراء غير المرئية بالعين المجردة هذا النوع من الليد مفيد جدا في طبقات مثل أجهزة التحكم عن بعد أو الذي تعرف باسم الريموت كنترول وللحصول على ضوء مرئي يجب استخدام مواد لا تفاجد الطاقة أكبر على سبيل المثال زرنيخ الجاليوم والذي له فجلة طاقة حوالي 1-424 من ألف إلكترون فولت مما ينتج ضوءا بطول موجي حوالي 870 نانومتر وهو لا يزال أيضا في طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة ولدينا أيضا مادة فوسفيد الجاليوم والذي له فجلة طاقة حوالي 2-225 من ألف إلكترون فولت مما ينتج ضوءا بطول موجي حوالي 548 نانومتر وهو يقع في الطيف الأخضر المرئي وأيضا نيتريد الجاليوم وله فجلة طاقة أكبر مما ينتج ضوءا أزرق يمكن أيضا خلط المواد بنسبة مختلفة للحصول على ألوان مختلفة مما يسمح بتوليد طيف واسع من الألوان يعد الضوء الأبيب تحديا خاصا لأنه ليس لونا واحدة بل هو مزيج من الألوان وتستخدم طريقتان رئيسيتان لإنتاجه الطريقة الأولى هي الدمج الثلاثي وفيها يتم دمج مصابيح ليد حمراء وخضراء وزرقاء في حزمة واحدة عندما يتم تشغيلها في نفس الوقت يختلط الضوء المنبعث لتكوين ضوء أبيض والطريقة الثانية هي التحويل الفسفوري وهي الطريقة الأكثر شيوعا يتم استخدام مصباح ليد أزرق وتطل الشريحة بمادة الفسفور الأصفق يمتصر الفسفور جزءا من الضوء الأزرق ويطلق ضوء أصفر وعندما يختلط الضوء الأزرق المتبقي مع الضوء الأصفر فإن النتيجة النهائية هي ضوء أبيض لقد أثبتت مصابيح الليد إنها أكثر من مجرد بديل إنها تقنية ثورية تقدم مزايا كبيرة تفوق المصابيح التقليدية حيث تتميز بالكفاءة والمتانة على النقيد من المصابيح المتواهجة والتي تهدر ما يصل إلى 90% من طاقتها على شكل حرارة أما مصابيح الليد لا تحتاج إلى تسخين لإنتاج الضوء مما يجعلها موفرة جدا للطاقة يمكنها توفير ما يصل إلى 80% من الطاقة مقارنة بالمصابيح المتواهجة ولإعطاء مثال ملموس فإن مصباح الليد بقدرة 10 واط يمكن أن ينتج إضاءة عادل مصباحا متواهجا بقدرة 60 واط تخيل توفير 50 واط لكل مصباحا في منزلك هذا هو الفرخ بالإضافة إلى ذلك فإن الليد هو جهاز الحالة الصلبة مما يعني أنه لا يحتوي على فتيلة يمكن أن تحترق هذا يجعله شديد المتانة ومقاوما للصدمات والاهتزازات وعمره الافتراضي يفوق أي نوم آخر من المصابيح حيث يمكن أن يصل إلى 100 ألف ساعة من التشغيل هذا يعني أنك إذا شغلته لمدة 8 ساعات يوميا فقد يستمر معك لأكثر من 34 عاما تتجاوز تطبيقات الليد مجرد الإضاءة المنزلية لقد أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا فهي تستخدم في شاشات العرض مثل شاشات التلفزيون الكبيرة واللوحات الإعلانية الضخمة وشاشات الهواتف البكية كما تستخدم مصابيح الليد في إشارات المرور لرؤية واضحة واستهلاكا أقل الطافة وتستخدم أيضا في الكثير من الإليترونيات كمؤشرات تشغيل في الأجهزة المنزلية والساعات الرقمية وأجهزة التحكم عن بعد كما نجدها في لوحات المفاتيح المضيئة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وفي المؤشرات الضوئية الصغيرة على الشواحن وأصبحت مصابيح الليد هي المعيار في المصابيح الأمامية والخلفية للسيارات وذلك لتوفيرها إضاءة ساطعة وكفاءة عالية كما تستخدم في إضاءة المنازل والمكاتب والمباري التجارية بالإضافة إلى إنارة الشوارع والملاعب الرياضية لا تتوقف قصة بصباح الليد عندما نعرفها اليوم فالبحث العلمي مستمر في دفع حدود هذه التقنية ويجري الآن تطوير مصابيح الليد العضوية أي التي تعرف بالإنجليزية OLED Organic Light Emitting Diodes والتي تستخدم مواد كربونية لإصدار الضوء وهذه التقنية تتيح إنتاج شاشات رقيخة ومرينة مما يمهد الطريق للأجهزة القابلة للارتداء والشاشات القابلة للطيء كما أن مستقبل الإضاءة يتجه نحو أنظمة الإضاءة الذكية حيث تتكيف مصابيح الليد مع البيئة واحتياجات المستخدمين وتتكامل مع أنظمة المنزل الذكي لتحقيق أخصى درجة من الراحة وتوفير الطاقة إن القدرة على التحكم الدقيق في لون وشدة إضاءة الليد تجعل منه أداة قوية في مجالات كثيرة مثل الزراعة الداخلية حيث يمكن تخصيص الضوء لتعزيز نمو أنواع معينة من نباتات وفي الختام يعتبر الليد مثالا ساطعا وقويا على كيف يمكن للفيزياء الدقيقة أن تحدث تحولا جزريا في العنم لقد بدأك شرارة بسيطة في مختبر ليتحول إلى نور يضيء كل جوانب من جوانب حياتنا والآن عزيزي المشاهدين إن أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات لتشاهدوا المزيد من القصص الملهمة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته